علم لداء سلطات المحلية بإقليم الجديدة أنه تم صباح اليوم تسجيل تسرب لكمية محدودة من غاز الأمونياك بأحدى وحدات إنتاج الأسمدة بالمركب الصناعي بالجرف الأصفر ووفق المصدر نفسه تعرض 15 من المستخدمين المشتغلين بالقرب من المنشأة للصعوبات في التنفس جراء هذا الحادث وتم نقلهم إلى وحدات استشفائية بمدينة الجديدة لتلقي الإسعافات الضرورية حيث أخدعوا للملاحظة الطبية وهم في وضعية صحية مستقرة كما أنه تم تسجل أي خسائر مادية